مشاهدينا بعد مجز لهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة مع سربيا والحرص على تعليز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سربيا بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك لا سيما الأزمة الأوكرانية وتداعيتها بحث وزير الخارجي سامح شكري مع الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة التونسية عند دمنا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في السودان وليبيا فضلا عن قضية الهجرة غير الشرعية وخلال اللقاء جدد شكري دعم مصر لإجراءات وجهود تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلد من جانبه أبد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من مصر في مواجهة كافة التحديات قال وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين أنه تحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في بلاده ودعى بلينكين مجددا للإفراج الفوري عن بازوم وأسرته وكانت وكيلات وزارة الخارجي الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قد التقت المجلس العسكري بالنيجر وأجرت محادثات وصفتها بأنها صعبة أسقطت الدفاعات القوية الروسية مسيرتين كانت متجهتين إلى موسكو في وقت تزداد فيه الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية هذا وأكد الدفاع القوية الروسية إسقاط المسيرتين واحدة في منطقة دومو ريدوفو والثانية في منطقة طريق منسك السريع أكدت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقا مع تركيا في مسعى لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وذلك من خلال عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين هذا وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستدعم مركزا شرطيا تركيا جديدا من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون مشيرة إلى أن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بمجب مذكرة التفاهم الجديدة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور فيتنام قريبا بهدف تغيير العلاقات مع هنوي وسط توترات مع الصين في المنطقة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فعالية جمع تبرعات سياسية في نيو مكسيكو أتدى برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة ما استأنف توزيع المساعدات الغذائية في أجزاء من منطقة تجريل إثيوبية بعد توقف دام ثلاثة أشهر هذا وعلق برنامج الأغذية العالمية المساعدات الغذائية إلى المنطقة مؤقتا في مايو الماضي بعد تقارير عن تفشي سرقة التبرعات ويحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في إثيوبيا ويرجع ذلك إلى حد كبير لأسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود والحرب الأهلية التي استمرت عاماً في تجريل تأهل المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة إلى الدور ربع نهائي لبطولة العالم تحت 19 عاماً بعد فوزه على ناظره الكولمبي بثلاثة أشواط مقابل أشوط واحد في الدور ثمن نهائي من المسابقة المقامة في الأرجنتين وكان المنتخب الوطني قد أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام المنتخب الأمريكي متصدر المجموعة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات بردامك صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل